الإدارة الأمريكية مش متطمنة نتانياهو عم يهرب من أزمته بالتهديد بحرب ما بتتحملها إسرائيل عجب هيت لبنان أولاً بتعتبر أمريكا أنه إسرائيل مش مستعدة لهيك حرب بلغ مسؤولين إسرائيليين إدارة بايدن تخطيط لنقن معدات إيطالية من شمال غزة لشمال إسرائيل استعداداً للحرب مع حزب الله هالحماسة للحرب من الجانب الإسرائيلي قبلتها مخاوف المسؤولين الأمريكيين من عدم إدارة الإب الحديدية والدفاعات الجوية الثانية على التصدي لصوريخ حزب الله هالصوريخ ممكن تتجاوز بعددة إدارة الدفاعات الإسرائيلية تانياً بايدن ما بده يتورط بحرب عبواب الانتخابات خوف الإدارة الأمريكية من الحرب مرتبط كمان بعدم رغبتها بالتورط وإنقاذ إسرائيل إذا دخلت بهالمواجهة المتحدث بسم وزارة الخارجية الأمريكية نفسه ما قدر يأكد إمكانية خوض إسرائيل للحرب من دون المساعدة الأمريكية تالتاً أمريكا بتشوف أنه التهديد بحرب عبنان هو لخدمة مصالح شخصية استعاد نتنياه مباري عن مجلس الحرب اللي حلو بهيئة أمنية مصغرة بيشارك فيها مطرفين من أمثال بنكفير بيتأمل نتنياه عبر الخطوة يحافظ على حكومته اللي بتحتاج لردى بنكفير وسموتريتش بيعطي هالقرار إشارة لوجهة الحكومة الإسرائيلية المقبلة الاستمرار بالحرب وتصعيدها بالشمال لتبرير بقاء الاقتلاف الحاكم بالسلطة وتأجيل الانتخابات المبكرة وهيدا تحديداً مصدر قلق الإدارة الأمريكية وسبب خلافة مع نتنياه اللي عم تتحول طموحاته الشخصية لخطر على المصالح الأمريكية بالمنطقة مش بس على مصالح إسرائيل ترجمة نانسي قنقر